أظلمت رؤية ديلان في زهور الدم الميزة الأكثر وضوحا لديلان وبران هي عنادهما إنهم يتعارضون مع إرادتهم لتحقيق ما يدور في أذهانهم لكن عناد ديلان هذه المرة كان للهدف الصحيحي يحاول ديلان رسميا اختطاف قدرت من المنزل الذي يعيش فيه أزاد وبران وجهان ديلان الذي قبض عليه جيهان وجد أخيرا شخصا يستمع إليه حتى النهاية وضع جيهان غضبه وحقده جانبا لقد كان على استعداد لمحاولة حتى آخر بارقة أمل لوالده أردنا حقا رؤية ديلان وجيهان معا دعونا نرى ما إذا كانت هذه الشراكة سوف تكسر الجليدة تصرف جيهان مع ديلان أزعج باران وعندما أدركوا أنهم لا يستطعون الوقوف ضد أخيهم طرقوا باب الطبيبي شاهد وجه باران كارابي عندما يقول الطبيب إنه يعتني بديلان من أجل ديلان لأنه مشغول كانت أزمات الغيرة البسيطة ضرورية لهذا الزواج من المرجح أن يستمر علاج العم قدرت في المنزل قد تكون رحلة المعلم من وإلى المنزل أمرا لا يطاق بالنسبة لباران كارابي والمشكلة الأخرى هي أن حسن يتعلم كل هذا ويشتري الطبيب أو يستمر سرنا في إعطاء الأدوية بالقوة في الوقت الحالي حصل ديلان على ما أراد وتمكن من عرض كودريت على الطبيب والأنظار الآن متجهة نحو الحلقة القادمة يستمر موقف ديلان الحازمي لم تدوم كذبة ديلان طويلة وقام باران بتسوية الموقف في الواقع كانت هذه كذبة بيضاء ديلان مصمم على تجربة كل الطرق لمساعدة الأبي قدريت على التعافي أدركت ديلان أن الأدوية لم تكن تعمل بشكل جيد فذهبت لمقابلة معلمتها لم يدم اللقاء بين ديلان ومعلمه طويلة لأن باران فهم ما كان ديلان يحاول فعله بهذا اللقاء يعلم ديلان أن معلمه لا يستطيع قول أي شيء بوضوح دون فحصه لكن بالنظر إلى التقارير من الواضح أن هناك شيئا غريبا بينما يوضح ديلان أنه لا يستطيع إحضار المريض إلى المستشفى يكون باران بجانبه تبادل النظرات المتوتر جعل الجو باردا فجأة وبينما يطلب باران من ديلان التخلي عن هذا الأمر يطلب منه ديلان التخلي عن عناده ليس لدى ديلان أي فكرة أنه سيفقد أذنه أثناء إنقاذ عمه قدرت في بعض الأحيان يزأر باران بصوت عال لدرجة أننا نضطر إلى أن لعب بإعدادات التلفزيون في هذه الحلقة يبدو أن مشهد تعطل السيارة وهو جزء لا غنى عنه في المسلسلات التلفزيونية الهندية قد أصاب الزوجين ديلان مصمم على تشفيف أذن باران باستخدام هذه الفرصة لا يعني ذلك عدم حدوث تقاربات مخيفة بينما يطلب منه ديلان الاستماع بقلبه يلمس باران بموقفه المتردد من المؤكد أن مهمة إصلاح السيارة قد استغرقت وقتا طويل لأنه أثناء القتال قام باران فجأة بلف سترته حول ديلان الحب لا يحدث بالضرورة بالحديث بهذه الطريقة هناك حقا طريق من القلب إلى القلب كانت هذه المحادثة التي جرت في مشهد القطة ذات معنى كبير لديلان وباران بينما كانت ديلان تحكي ذكرياتها استمع إليها باران دون أن يقول كلمة واحدة عندما يعودون إلى القصر يغضب أزادي عندما يلعب ديلان مع القطة بينما يحاول أزاد الإمساك بالقطة يكون ديلان لطيفا جدا لدرجة أنه يمسك القطة ولا يتركها باران يسيطر على الموقف بقوله بصوته الوقحي ماذا يحدث هنا؟ سيكون جيهان هو الشخص الذي يثير حماسة ديلان مرة أخرى عندما يسمع ديلان محادثات جيهان مع والده سيتحمس مرة أخرى ويحاول الوقوع في المشاكل نأمل أن يتخذ الخطوات الصحيحة هذه المرة ويتم اتخاذ القرار الصحيح بشأن العم قدرت الوضع مفهوم تماما في مثلث الحب المكون من علي والمختل عقليا وزم الرد سوف يتظاهر فريقي بالابتعاد عن الطريق لكنه سيحاول ابقاء علي في الجوار من خلال التظاهر بالمرض يبدو أن زمرد وعلي يعيشان هذا الحب من خلال النظر إلى بعضهما البعض لفترة من الوقت ديلان مصمم سوف يتحسن دادا قدرت ليس لدى ديلان ما يخسره لأنه سيتم طرده من المنزل وإهانته مرة أخرى في أسوأ السيناريوهات ولهذا السبب يتخذ قدرت باب الإجراءات اللازمة لا يزال ديلان هو المهيمن فيما يتعلق بالمخدرات لكن كلامه لا يؤخذ بعين الاعتبار تركت أسرة كارابي التي لم يكن لديها سوى حقيقتها الخاصة جهود ديلان ليصبح طبيبا جديدا دون إجابة لكن عجلا أم أجلا سوف يتصالحون مع ديلان ولم يسمع آزاد حسن يتحدث إلى جود لكن هذا كان متوقعا بالفعل لن يتم الكشف عن أكاذيب حسن بسهولة في الوقت الحالي وسيستمر الأشرار في شرهم حتى النهاية أردنا حقا أن يصافح كودريت يد باران بعد دموعه لكن بعد تهديدات حسن تراجع الرجل خطوة إلى الوراء إذا لاحظ وجود ضوء صغير من كودريت فسوف يتعامل باران مع هذا الأمر بهدوء لأنه في نهاية المطاف قد لا يرغب في إزعاج عائلته بمنحهم الأمل مرة أخرى وهكذا يمكن أن يدخل قدرة حسن في عملية تعافين سريعة دون أن يلاحظ ذلك عندما لا يتمكن ديلان من إقناع باران يبدأ في تنفيذ أساليبه الخاصة سيخبر باران أنه على حق ويتنحن جانبا بهدوء سوف يتصل بالأماكن الضرورية وربما يغير أدوية والدك قدريت وهكذا سيبدأ ديلان بمراقبة ما إذا كان هناك أي تطور دع داريا تشعر بالأسف على نفسها الرجل الذي حاول أن يطارد ديلان تجول في النهاية بمفرده بدأ الرجل في ابتزاز الأموال من داريا بتهديداته ستبدأ داريا في الغرق بشكل أعمق للتخلص من هذا الرجل بذل باران قصار جهده لمساعدة ديلان على التكيف مع المنزل الآن سيعود ديلان إلى رشده وستكون الحلقة القادمة بمثابة محاولة لتشجيع باران على الرغم من أن ديلان ميؤوس منه متعب باختصار يعاني من متلازمة الإرهاق يحاول باران رفعه عن طريق الإمساك بيده خاصة بعد أن علم باران بسلوك حنيفة من قادر أصبح أسلوبه مع ديلان مختلفا كثيرا كثيرا ما حاول قادر وبران جعل ديلان يشعر بأنه ليس وحيدا سيكون ديلان هو من سيعالج كودريت وسيتم تمهيد الطريق أمامه ليكون محبوبا في القصر وبتعبير أدقى عندما يستعيد كودريت رشده قليلا سيكون أحد الأسماء التي ستحمي ديلان ترجمة نانسي قنقر